بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. انا نور ودي قناتي. واتمنى لو عجبتك وصفة دي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. واتفعلوا الجرس عشان ونوصل لكم كل جديد من وصفاتي. وصفات دي النهاردة هتكون طريقة عمل جل سحري. هيحافظ على بشرتك دايما تكون مشرقة ومتوهجة. وهيبايد بشرتك جدا ويوحد لونها في وقت سريع. كمان هيكون مورد طبيعي للخدود وللشفايف. بلون ورد طبيعي جدا. كمان هيحافظ على الشباب الدايم لبشرتك. يعني هيحافظ على بشرتك دايما تكون شابة ونضرة. وكمان فتحة وهيكون مرتب هايل. نبسي تبقى نشوف الطريقة والمكونات. هحتاج للبنجر او الشامندر وده بيكون شكله. والبنجر بيفتح البشرة جدا وبيوحد لونها. وبيحمل بشرة من التصبغات الجلدية وبيكافح حب الشباب والبصور. وبيعالج جفاف الجلد فبيكون مرتب رائع للبشرة. وبيمنح بشرتك لون ورد طبيعي جدا وبيكون مفيد للشفايف. فبيكون مرتب ومفتح ومورد. وبياخر ظهور علامات الشيخوخة. وبيعالج التجعيد والهالات السودة وطراهل الجلد. وبيكون غني جدا بمضادات الالتهاب فبيساعد على منح البشرة نضارة وشباب داي. اول حاجة بقى انا عملتها ان انا غسلت الشامندر دا كواس جدا وجففته. وهبتدي بقى دلوقتي اغشره. افضل حاجة بقى ممكن اغشره بيها هتكون باستخدام المقشرة دي عشان اخد اشرة بسيطة جدا. اغشرت بقى كده البنجر والاشور ده انا مش بتخلص منها لانها بتكون غنية جدا بالفوائد. دي بتخديها وتمسحي بها على كامل الوجه وعلى الشفاية. وبتسيبها لمدة عشر دايه وبعد كده تغسيل بشرتك. بتعمل على توريد البشرة وكمان تفتحها. بعد كده بقى قطعت البنجر لقطع صغيرة بالسكينة بالشكل ده. هجيب بقى الخلاط وهبتدي بقى اضيف مكعبات البنجر اللي انا قطعتها. انا هحتاج لماء الورد وماء الورد بيفتح البشرة جدا وبيرطبها. وبيعالج التهابات الجلد وبيقضي تماما على حب الشباب. ويعتبر واق طبيعي من الشمس كمان تقدارة تستخدميه كتونر طبيعي للبشرة. هحتاج بقى من ماء الورد مقدار ربعة كوباية وهضيفها بعد الوقت على مكعبات البنجر عشان تساهل خلطها. هاخلط بقى دلوقتي مكعبات البنجر مع ماء الورد كويس جدا لغاية ما تنعم وتبقى زي العصير. لازم اخلطها لمدة كافية لغاية ما تبقى نعمة كويس جدا. ده بيكون بقى شكل المكونات بعد ما خلطتها لمدة كافية لغاية ما بقيت نعمة جدا. لو لاحظت بقى انها اثناء الخلط كانت جفة او صعبة الخلط. ممكن تضيفي كمان معلقتين او 3 معالق من ماء الورد بالتدريج. وتخلطيها لغاية ما تبقى نعمة بالشكل ده. بس ما تزوديش في الكمية عشان انا عايزها تبقى مركزة وتبقى محتفظة بكل فوائدها. محتاجة بقى ان انا اخد عصير البنجر بس فانا هصفي بقى باستخدام مصفة سلك تكون دقيقة جدا. ولو حب بقى تصفي باستخدام قطعة من القماشة او الشاش ده هيكون افضل. عشان تعصولي المكونات دي كواس جدا وتستخلصي بقى منها كل كمية العصير. صفت بقى كده خلاص كل كمية العصير والبواية اللي انا صفتها من البنجر دي انا مش بستغنع عنها لانها بتكون غنية جدا بالفوائد. هتضيفي بقى عليها معلقة من ديق الرز ومعلقة من السكر النعم. وتخلطيها كويس جدا وتستخدميها بقى كسكروب للواجه والكامل الجسم. هتكون مفتح ومرطب ومورد هايل. وده بيكون بقى شكل العصير شايفين بقى لونه. وكمان ريق جدا وفوش اي بواهي من البنجر. بعد بقى من جهزة المكون الرئيسي عندي في الوصفة هو عصير البنجر هبتدي بقى دلوقتي في عمل الوصفة. انا هحتاج لجل الصبار او الالوفيراجل. والجل الصبار ده بيفتح البشرة جدا وبيعالج التهابات الجلد. ويعتبر مرتب هايل للبشرة الجافة. وبيدي تماما على البوع البنية الدكنة وعلى التصبغات الجلدية. ويعتبر وقي طبيع من الشمس لانه بيخلصك من اثار حروف الشمس على البشرة. هجيب بقى كده طبقه وهبتدي باضافة معلقتين من جل الصبار. جيل معلعة التانية. احتاج لزيت اللوز الحلو. وزيت اللوز الحلو ده من اروع الزيوت اللي بتفتح البشرة جدا وبتبيضها. وبتزين البوع عن الدكنة والتصبغات الجلدية وبيرطب البشرة الجافة. وبيكون مناسب لجميع انواع البشرة. نسبة المكون التاني على جل الصبار وهو معلقة كده من زيت اللوز الحلو. انا هحتاج لي معلقة من الجليسرين. والجليسرين بيفتح البشرة جدا وبيرطبها. وبيضع للبوع الدكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقالها فترة طويلة جدا. هضف بقى كده معلقة من الجليسرين. المكون بقى اللي هضيفه دلوقتي على جل الصبار والزيوت اللي انا دفتها. هيكون عصير البنجر وماء الورد اللي انا جهزته في الاول. هبتدي بقى باضافة معلقة في الاول وكل شوية هضيف بالتدريج. لغاية ما بحصل على القوم كريمي ناعم. ومش بستعجل في اضافة العصير عشان قومها ما يبقاش سيئة. هبتدي بقى دلوقتي باضافة معلقة كده من عصير البنجر وماء الورد. وهبتدي بقى بخلطة المكونات دي مع بعض. لغاية مقومها يتغير ويبقى زي الكريم. لازم تبضل مستمر في تقليل بالشكل ده. شايفين بقى المكونات بيزا ده مسك ازاي? بعد بقى ما هتلاحز ان العصير اختفى تماما بالشكل ده. هبتدي بقى باضافة معلقة تانية من العصير. دفت بقى كده معلقة تانية وهكمل برضو خلطها لغاية ما تختفي تماما. وزي ما قلتم مش بتستعجلي في اضافة العصير عشان قومها ما يبقاش سهيل. وكمية العصير برضو بترجع لكمية جل الصبر اللي انت مستخدمها. كل ما كانت كمية جل صبر كتيرة كل ما هتكون كمية العصير برضو كبيرة. وتقدر بقى تتحكم في القوام. شايفين بقى قومها? لو كانت لسه صلبة هتضيفي برضو عصير البنجر بالتدريج. ولو كانت سهيلة هتزاودي كمان معلقة من جل الصبر. ده بيكون عادي جدا وتقدر بقى تتحكم في قومها زي ما قلت. خلط بقى كده المكونات لمدة كافية مع اضافة عصير البنجر بالتدريج. او انو بتلاحز بقى ان قومها بقى كريم وزي الجل بالشكل ده. مش بتضيفي بقى اي كمية تانية من عصير البنجر. بس لازم تستمر في خلطها لانها في الاول بتبقى سايلة وبعد كده بتتمسك بالشكل ده. وبكده خلاص الوصفة بتكون جاهزة. شايفين بقى قومها? نتجيتها هايلة. هجب بقى دلوقتي علبة نظيفة انا وصلتها كواس جدا منشفتها وهضيف بقى فيها السيروم. وده بيكون بقى الشكل انه السيروم بعد ما اضفته في العلبة. بقى في البعاء عليه العلبة احتفظ بفى التلاجة هيكون صالح للاستخدام في التلاجة من خمستاشر لعشرين يوم. وممكن اكتر كمان. بس يفضل انت تعملي كمية صغيرة وتجددها بانتظام ده بيكون افضل. عشان تحفظها لصلاحات وفعالية المكونات. ليجي بقى لطريقة استخدام الجل. الجل ده لازم تستخدميها على بشرة تكون نظيفة. لازم تغسلي بشرتك في الاول كواس جدا وتنشي فيها. وبعدك هتستخدمي بقى عليها الجل. وده طبعا عشان بشرتك تستفيد كواس جدا بكل مكوناته. وافضل طريقة بقى ممكن تستخدمها لتنظيف البشرة ان انت لو بقى بقى عندك اي كمية من عصير البنجر هتستفدي بيها برضو. هتجيبي بقى كمية عصير البنجر دي وتحطي بقى فيها قطنة. وتمسحي بيها كامل الواجه والرقبة والايدين. وبعد كده تسيبها على البشرة لمدة عشر دقاية. وهتغسلي بقى بشرتك بالمية عادي جدا. هتعمل على تفتيح البشرة وترطبها وهتكون منظف هيل للبشرة. وبكده هنكون استفدنا برضو باي كمية تكون موجودة عندنا من عصير البنجر. بعد بقى ما هتعملي خطوط تنظيف كده البشرة هتكون مهيئة انها تستفيد كواس جدا بكل مكونات الجل. هتخدي بقى من الجل ده وتفريديه على كامل الواجه وعلى الرقبة وعلى الادين. وكمان هتستخدميه في منطقة حول العين لانه بيكون مفيد جدا للمنطقة دي. وهتبتدي بقى اللي جيب حركات خفيفة جدا بقى ترافق اصابع ايديك اللي غصم بشرتك بتنتصه تماما. وبشرتك هتنتصه بسرعة جدا لان كل مكوناته بتكون نعمة وبتكون سهلة الامتصاص. تقدر بقى تستخدم الجل بنفس الطريقة دي على البشرة مرتين في اليوم مرة بالنهار ومرة بالليل قبل النوم. بس طبعا المرة اللي هتسيبيه بالليل قبل النوم هتكون مفيدة جدا لان انت هتسيبيه على البشرة من بالليل لغاية الصبح. والصبح بقى هتغسلي بشرتك في الاول بالمية الدافية وبعدها بالمية البردة. وبعدها هترطب بشرتك باي كريم مرتب او ممكن ترشيها بماء الورد. ولو استخدمتيه برضو بالنهار هتسيبيه لمدة ساعة او ساعتين. وهتغسليه برضو بنفس الطريقة. الجل ده مع مضاومة استخدامه نتاجه هتكون مبهرة. لانه بيحتوي على مكون سحر وهو البنجر. والبنجر ده بيكون مزايا بلا حصر البشرتك. بيحمي بشرتك من التصبغات لانه بيكون غني جدا بفيتامين جيم. وكمان بيبيض البشرة ويوحد لونها بشكل فعال جدا. وبيعالج حب الشباب والبصور. كمان بيرطب البشرة وبيعالج جفاف الجلد. فهيكون علاج فعال لاصحاب البشرة الجفة. ومن اهم مميزات الجل ده بقى انه بيعمل على توريد الخدود والشفاف بلون ورد طبيعي جدا. فتقدر بقى تستخدميه على الشفاف في كل مرة تيجي تستخدميه على بشرة الوجه. او حتى تقدر تستخدميه اكتر من مرة خلال اليوم. وبيسرع من التآم الجروح وبيقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. وبيزيل التجعيد والخطوط الرفيعة وتراهلات الجلد. وبيحتبع لمضادات الالتهاب فبيمنح بشرتك نضارة والشباب دايم. يعني هيكون وصفة متكاملة. مفتح ومرطب ويحافظ على الشباب الدايم لبشرتك. كمان هيكون مورد طبيعي للبشرة. جل البنجر او سيرم البنجر هيكون وصفة سحرية للحصول على بشرة وبيضة ومشركة ومتوهجة. وكمان هيورد الخدود والشفاف بلون ورد طبيعي جدا. ولو بشرتك بقى بتعاني من الاجهاد او التعب هيحافظ على نضارة بشرتك. وهيزيل كل علامات الاجهاد والتعب من على البشرة. لانه بيحافظ على البشرة دايما تكون رطبة ونضرة. وبيمنحها شباب دايما. واتمنى طبعا ان تكونوا وصفات النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.